أشد الناس ابتلاء الأنبياء يبتل المرء على قدر دينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير إن تكذيب الأنبياء والصديقين والدعاء والمستقيمين خلق متأصل في الكافرين والمعرضين عن الحق ما جاء نبيه من الأنبياء إلا وقد كذب من قبل قومه فها هو سيدنا مولانا رسول الله صلوات الله وسلاماته عليه يرى التكذيب من قومه وهو يجزم وهم يجزمون تماما أنه الصادق الأمين وهو يجزم أنهم جازمون في هذا هو يعرف أنهم يؤمنون أنه الصادق الأمين لذلك قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم يعرفون في قرارة أنفسهم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام صادق لا يكذب ولكنه الكبر عن قبول الحق في بدي الدعوة كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يدعو الأقربين فالأقربين من غير إشهار للدعوة حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين هنا الحبيب عليه الصلاة والسلام صعد على الصفا وجعل ينادي يا بني فهر يا بني عبد مناف يا بني فلان يا بني فلان وسماهم والحديث في الصحيحين سماهم بأسمائهم فاجتمع إليه الناس ومن لم يستطع أن يأتي أرسل رسولا عنه ليسمع ويبلغ الخبر لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل قافلة وعدوا يريد أن يغير عليكم أم صدقية كنتم؟ قالوا أنت الصادق الأمين وصدقناك وما جربنا عليك كذبا قال فإني رسول الله إليكم وهنا ينبعث أشقى القوم عمه أبو لهب عم الحبيب عليه الصلاة والسلام وتعلمون أن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أصناف صنف ناصره ونصره وآمن وأسلم حمزة والعباس صنف نصره ولم يسلم أبو طالب وصنف لم يسلم وعادة وهو أبو لهب فقال له أبو لهب والعياذ بالله تبا لك يا محمد سائر النهار تبا لك سائر النهار ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر الآيات المعروفة لقد كان من الابتلاء الذي مر بالحبيب عليه الصلاة والسلام أن ابتلي بالتكذيب هم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق ويكذبون لذلك من شأن الكافرين دائما أن يصدوا أهل الإيمان عن إيمانهم بالتكذيب هذه وسيلة من الوسائل التي يستخدمها الكفار والتي يستخدمها أعداء الحق في طرد رسالة الحق هذا التكذيب الذي ابتلي به النبي عليه الصلاة والسلام جاء من جميع الأطراف جاء من الأقربين من عائلته قريش بالذات وجاء من الذين هم أبعد بقليل كأهل الطائف وغيرهم وجاء من الأباعد أيضا الجميع كذب معادة للحق وصدودا عن قبول الحق فإذا ما ابتليت بالتكذيب وهذا حاصل لأي داعي أقول لأي عالم لأي مرشد لأي قدوة لأي فعل خير ستكذب من قومك فإذا ما ابتليت بالتكذيب فاصبر كما صبر الحبيب عليه الصلاة والسلام وعالج الأمر بحكمة وتؤده فإن الله تبارك وتعالى سيثبت الحق وينصر الحق قال الله تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصركم هكذا ابتلي الحبيب صلوات الله وسلاماته عليه إذا ابتليت أيها المسلم أيها المدرس أيها العالم أيها المضحي أيها المجاهد أيها القائم على أمور المسلمين أيها المجاهد في سبيل الله بمالك بعتادك بقوتك بأبنائك بأي شيء إذا ابتليت بالتكذيب فاعلم أنك تبتلى بشيء ابتلي به الأنبياء والمرسلون وأن الذي يكذبك ابتلي والعياذ بالله بخلق من أخلاق الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى إذا ابتليت بالتكذيب فقد ابتلي حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام بالتكذيب وابتلي بالاتهام بالجنون وابتلي بالعرض بالكلام بعرضه الشريف وابتلي بالخروج من الوطن وابتلي بجفاة الأعراب وابتلي بموت الزوجة وابتلي بموت الناصر وابتلي ببلايا عظيمة كان حبيبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والحمد لله رب العالمين هكذا تلي الخارج أشد الناس ابتلاء الأنبياء يبتل المرء على قدر دينه